بهمة عالية يتواصل العمل والتعاون بمدية العون ولمساعدة الأهالي المتضررين بفعل الزلزال بالمحافظات السورية حيث يقوم فريق ألوان التطوعي بمدينة السلمية بتجهيز 180 سلة غذائية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية ليتم أرسالها إلى محافظة حلب اليوم فريق ألوان عم يحضر قافة مساعدات لحلب تواصلنا مع حلب كان فيه نداء استجابي لأكثر من ميت أسراء لسه لسه بحاجة مساعدة اليوم نجهز بألوان مساعدات نوعية نوعا ما فيها منظفات فيها ملابس فيها إجرابات فيها حليب عم نحاول نخفف شوي عن معاناة أهل حلب بهذه الفترة التي يمر فيها نحن كفريق تطوعي واجب علينا أن نساعد هذه الناس المحتاجة للناس التي ضررت بفعل الزلزال لأنه هني أهلنا وبنفس الوقت أخواتنا نحن اليوم عم نحاول نقدم يد العون إلى أهلنا المنكوبين في حلب ونساعدهم ونقدم كل شيء بنقدر نقدمه وأي مساعدة نحن فينا نساعد فيه نحن نجهز سلات إعانة للأهالي المضريرة بالزلزال طبعا أكيد هذا واجبنا مية المبادرة بتكمن أنه نحن أبناء مجتمع واحد أبناء بلد واحد لازم نكون أيد واحدة بالأزمات بالكوارس شفنا كيف كنا أيد واحدة بالحرب حلق كمات مستمرين بحملتنا خلال أزمة الزلزال المدينة تشهد استمرار العمل من عدة جهات محلية عبر أرسال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية لتبعث برسالة مفادها أن السوريون مهما صعبض الظروف هم أصحاب رسالة إنسانية وحضارية محيط دين فهد للأخبارية السورية محافظة أحمد ترجمة نانسي قنقر